اشتركوا في القناة من برنامجكم حديثه الصحافة نبدأها من صحيفة واشنطن بوستا الامريكية التي نشرت مقالا كتبه جون ماكلوغلين المحاضر بكلية جونز هوبكنز لدراسات الدولية المتقتمة تسأل فيه الكاتب بالقول دعونا نفكر بما لا يمكن تصوره هل يمكن لتنظيم الدولة الاسلامية ان ينتصر؟ واشار الكاتب الذي سبق ان تولى منصب نائب مدير وكالة المخابرات الامريكية المركزية CIA بالفترة بين الفين الى الفين واربعة الى ان انتصار تنظيم الدولة بالشرق الاوسط يعتبر امرا لا يمكن تصوره وخاصة في ظل الاعتقاد السائد بانه عبارة عن جماعة تمثل الشر واضاف ان تنظيم الدولة يسيطر على ما يقرب من نصف مساحة كل من العراق وسوريا وانه سيحكم من خلال طريقة بداية في اعقاب اعلانه عن ما يسمى بدولة الخلافة واشار ماكلوغلين الى انه يعتبر من من شبه المؤكد بقاء تنظيم الدولة الاسلامية الى ما بعد انتهاء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الامريكي باراك اوباما واضح انه في حال بقائه بالمنطقة لهذه الفترة فانه يصعب عدم وصف هذه الفترة بانها لا تمثل انتصارا للتنظيم واضاف ان هناك مظاهر على الارض تؤشر الى احتمال انتصار تنظيم الدولة ومن بينها ان الحملة الجوية لا تعتبر كافية لالحاق الهزيمة به وان الجيش العراقي غير قادر على مواجهته وانه لا يوجد دعم كاف في الولايات المتحدة لارسال العدد المطلوب من القوات لمقاتلته واضح ان تدريب الولايات المتحدة للقوات العراقية لا يعد امرا كافيا ما لم يحقق لديها الارادة في القتال واضاف ان ايران قد تقلص من الدور الذي تلعبه في العراق وانها لن تتحمل مسئوليات اكبر في سبيل الحاق الهزيمة بتنظيم الدولة نشرت صحيفة الدلي تليغراف البريطانية مقالا عن سيطرة تنظيم داعش على عدد المصادر الطاقة مؤخرا ومنها حقول نفط وغاز ومناجم تعدين بعدما سيطر على تدمر معتبرة ان سيطرة داعش على منجمي فوسفات في تخوم تدمر يعتبر امرا محواريا يغير من موازين القوة في صراع الجاري في المنطقة واصفت هذه الخطوة بانها تمثل ضربة قوية للنظام السوري حيث تمنعه من اخر مصدر رئيسي للدخل مضحة ان التنظيم لن يكون قادرا في الغالب على الاستفادة من الفوسفات الموجود الا ان الامر الاهم بنسبة له هو منع النظام من الحصول على اي عائدات منه في ظل انهيار الميزانية وتدهور العائدات ولفتت الصحيفة الى ان صادرت الفوسفات على وجه الخصوصية مصدر الدخل الوحيد للنظام الذي تزايد خلال الربع الاول من العام الجاري حيث وصلت عائداته الى نحو خمسة وثلاثين مليون دولار مقارنة بثمانية عشر مليون دولار فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي واضحت ان السيطرة على بعض الابار الاخرى سمحا للنظام السوري بالاستمرار والحصول على الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة للمدن التي يسيطر عليها خاصة وخاصة في دمشق واللاذقية لكن تقدم الدولة الاسلامية اخيرا يهدد استمرار ذلك نشرت صحيفة الجارديون البريطانية مقالا للكاتبة ماري جيفيسكي بعنوان الصراع في العراق وسوريا لا يمكن ان يحله مقاتلون غربيون وتقول الكاتبة ان الصراع في البلدين الذي يضم نحو خمسة وعشرين الف مقاتل جهادي لا يجب ان يجر الغرب لارسال مقاتلين او قوات برية لكن ينبغي ان تركز اوروبا على تفادي التهديد الذي يشكله العائدون من هذه المناطق وتضيف ان اعداد الجهاديين المنضمين للصراع تتزايد حسب احصاءات الامم المتحدة التي تؤكد ان المقاتلين من اكثر من مئة دولة حول العالم يصلون الى سوريا والعراق للمشاركة في القتال بشكل مستمر وتوضح انه اذا لم يكن الصراع في العراق وسوريا دوليا او يؤثر على العالم فانه من الكافي ان ننظر الى الخطر الذي يشكله افراد تشبعوا بالاديولوجيات المختلفة وتمرسوا على القتال وحصلوا على تدريبات وخبرة عسكرية اذا قرروا العودة الى اوطانهم في اوروبا وتعتبر جيفسكي ان احصاءات الامم المتحدة والتقرير الصادر عنها حول المعارك في العراق وسوريا يعطي دعما اكبر لمخاوف الاجهزة المخابرتية الغربية وعلى رأسها MI5 و MI6 البريطانيات من التهديد الذي يشكله المواطنون الغربيون العائدون من هذه المناطق صحيفة الحياة اللندنية نشرت مقالة ليزيد الصائغ تحت عنوان التحديات المقبلة التي تواجه المعارضة في سوريا اشار فيه الكاتب لانه بعد المكاسب التي حققها وحققتها المعارضة السوريا فان التحديات التي تواجههم سوف تزداد مع كل مكسب يحقيقونه واوضح انه مع اتساع رقعة المناطق وعدد السكان الذين يخضعون لسيطرتهم سيكون لزاما عليهم اثبات مستوى اعلى بكثير من التنسيق العسكري والمهارات السياسية والقدرات الادارية مؤكدا انه اذا لم يتحسب المتمردون والقوى الخارجية داعمة لهم لهذا الامر ويستعد له بصورة فعالة فقد يعود صراع السوري مرة اخرى الى طريق مسدود ورأى الكاتب ان التحدي الحقيقي الذي يواجهه المعارضة في سوريا هو تحدي اجتماعي وسياسي معتبرا انه اذا كان المعارضون السوريون يرغبون في احراز اختراق سياسي لدى دوائر اجتماعي اوسع او الحصول على القدر الاكبر من المساعدات الخارجية التي سيحتاجون اليها بشدة في حال التمدد فان عليهم ان تصدي لثلاثة شواغل رئيسية قادمة الاول هو توفير الامن مبينا ان حماية الارواح والممتلكات مستقبلا من الهجمات الانتقامية وعمليات انها في المناطق الحضرية التي تقطنها فئات سكانية مختلفة اجتماعية ومعادية او غير مناصرة سياسيا سيتطلب مقدارا اكبر من الوحدة والانضباط ويشكل تحديا اكبر ويتابع الكاتب ان الشغل الثاني هو انه سيكون لزاما على المعارضة ومنظمات الاغاثة التابعة لها والمجالس الادارية ان تثبت قدرتها على تقديم الخدمات للاعداد المتزايدة من الاشخاص الذين يخضعون لسيطرتها اما الشغل الثالث فيقول الكاتب ان المقاتلين والمعارضة السياسية ومجالسها الادارية المحلية لم تؤسس نظاما ماليا عاما شاملا ولم يقارب الادارة الاقتصادية على المستوى الاقليمي نهيك عن المستوى الوطني منوها الى ان سياسة سياسة عدم التدخل في الادارة المالية والاقتصادية المحلية لن تكون كافية اذا حقق المتمردون طموحاتهم في اقتحام المناطق الرئيسية التي يسيطر عليها النظام موقع سوريا نت نشر مقالا لامل سارة بعنوان هتلر والاسد سيرة متشابهة ونهاية مشتركة حيث يقول يان كيرشو مؤرخ وكاتب انجليزي متخصص بتاريخ هتلر في الحروب غالبا ما تقبل القيادة بالاستسلام عندما تدرك انها قد خسرت الحرب حقا ومن النادر جدا ان يستمر طرف في تدمير نفسه كلية وان يتابع القتال حتى نهاية اي حتى الاندحار التام ودخول العدو اراضيه بكليتها واحتلالها ومع ذلك فهذا ما حصل مع الالمان فمنذ تموز سنة الف وتسعمائة واربع واربعين بعد محاولة الاغتيال الفاشلة ضد هتلر والجميع يعرفوا ان الفهرر قد خسر الحرب فالحلفاء قد نزلوا في شمال فرنسا ويتقدمون في جنوب ايطاليا والجيش الاحمر يتقدم بحصم في الشرق ومنذ اذا حتى الثامن من ايار الف وتسعمائة وخمسة واربعين يوم استسلام المانيا قتل من الجيش والمدنيين اكثر مما قتل خلال سنوات الحرب باكملها فلماذا؟ الجواب بسيط يقول كيرشو انه هتلر الزعيم ورأس النظام فهو من كان يأمر بالقتل ويطالب بمزيد من التضحيات غير ابهن بتفسخ الدولة حوله كانت بصائرهم عمياء وفيهم وحشية وبهيمية وخوف واحساس بالذنب وجون وكانوا يقدسون النظام ولا يفكرون في صيانه ويعتقد المؤلف انه بوسعين بعد الحرب النفصل بين الالماني والنازي يعزو البروفيسور ما حدث الى ثلاثة عوامل علاوة على تأثير المرضي لشخصية الفهرر على النخبة وهي اولا الحلقة المقربة يمثلها مجلس الاربعة وروساء فروع الحزب في المحافظات الجوليتر ثانيا الخوف من الجيش الاحمر ومن الهيمنة الشيوعية ثالثا خوف الناس شريحة كبيرة من الشعب كانت تعتقد ان هتلر هدية من السماء لاعادة مجد المانيا لكن حمسهم برد مع تراكم الهزائم والموت على يد الروس او قصف الحلفاء كان الشعور السائد هو القلق والخوف من الدب الروسي ان نقاط التطابق بين الحالة الالمانية والحالة السورية كثيرة من مسؤولية بشار الاسد الشخصية عن كل ما يجري الى تعنط الحلقة الضيقة المحيطة به الى موقف المواليين واختبائهم وراء فزاعة داعش والاسلاميين الى العقليات المريضة المساندة لما يحدث والتي ينطبق عليها قوله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعملا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحصنون صنعا ويبدو جليا ان النظام ماض في حرق البلد حتى النهاية مع فارق ان الغرب غير جاد في تحريرنا كما فعل مع الالمان الى اخر القائمة الطويلة من المعطيات المتشابكة على ساحة المنطقة النهاية عنوان جميل وساحر قد تكون نهاية نظام الاسد ونهاية المخابرات بكل فروعها العفنة قد تكون نهاية كابوس الطائفة الحاكمة او نهاية الحرب ونهاية القتل والموت النازل من السماء من طائرات مهلهلة يقودها جنود اكثر هلهلة او نهاية الغربة لملايين الناس وقد تكون بداية عهد اكثر سوادا واكثر داموية وفوضى ولكن كلا لن يكون هناك عهد اسوأ ولا اكثر سوادا من عهد الاسد ثم لم نغني جميعنا مع مارسيل ذات يوم مش هيك شرع الكون بكرة رح يصير ولا هيك رح بتضل مركب الدنيا مشلولة عم بتجرها عقول الحمير نطالع في صحيفة الشرق الاوسط مقالا لامير طاهري تحت عنوان خيال ايران الوحيد في المنطقة اشار فيه الكاتب الان وسائل الاعلام الرسمية في طهران تعترف الان بان بشار الاسد لا يسيطر حاليا على اكثر من 15% الى 20% من التراب الوطني السوري وانتقل الى مرتبة احد قادة الفصائل المتناحرة بين اخرين ولفت الكاتب الان السياسة المكلفة للغاية في الترويج المستديم لرئاسة الاسد للبلاد لم ترجع على ايران باي مكاسب تذكر واوضح انه بالمراهن على ذلك الجواد الخاسر حوال الطهران الغالبية الساحقة من الشعب السوري ضدها وفي الوقت ذاته عمدت الى اطالة مدة الصراع عن طريق امداد فصيل الاسد الخاسر بالاموال والسلح واعتبر الكاتب ان سياسة طهران الاسد او لا شيء هي سياسة فاشلة ونقل عن مصادر حكومية في طهران تسريبها معلومات حول الصعوبات المتزايدة لتمويل فصيل الاسد وخصوصا ان ايران نفسها تعاني من مشكلات التدفق النقدي كما تواجه طهران مشكلات في القوى البشرية مع فرع حزب الله اللبناني الذي تكبد خسائر فادحة ويرفع اليها تقارير تفيد بصعوبة تجنيد المزيد من المتطوعين للحرب في سوريا وبعد ان اشار الى ان الامال المعقودة على الطائفة الشعية الافغانية في توفير المزيد من المقاتلين تزالوا باهتة خلال الاسابع الاخيرة رغم حقيقة مفادها ان طهران اعلنت انها سوف تتعامل مع عائلات شهداء الافغان كما تتعامل مع عائلات الشهداء الايرانيين سواء بسواء ابرز الكاتب ان هناك صعوبة اخرى تكمن في ان ارسال المتطوعين الايرانيين للاستشهاد باعداد كبيرة يمكن ان تؤدي الى ردود فعل عنيفة في الداخل الايراني بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نترككم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة